كشفت سعدة السيدة روان بتنجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب عن تغييرات جوهرية ستتضمنها النسخة الرابعة من المشروع الوطني لامع وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لإشراك أكبر عدد من الشباب في البرنامج وأضفت سعدة وزيرة شؤون الشباب أنه بالتزامن مع فتح التسجيل للشباب بصورة شخصية سيوجه القائمون على المشروع الوطني لامع الدعوة للقطاع العام والخاص لترشيح الشباب المتميزين من جهاتهم للمشاركة في المشروع كما تم تحديث المعايير والشروط لتكون متوافقة مع التطورات التي أدخلت على هذا المشروع وأعلنت هيئة لامع عن فتح باب التسجيل في النسخة الرابعة من المشروع وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء على أن يقفل باب التسجيل بتاريخ 22 من الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر